الله أكبر أعرفت كيف يعني بعض الناس قد يغفل عنها أسرات تطوع تجعلك ولي من أولياء الله الله أكبر ترفع درجاتك أبدا أذكر لك حديث رفعة الدرجات حلو حديث صاحب بخاري حلو حديث ربيعة بن كعب الأسلمي حلو هذا صغير ويقول كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث ربيعة بن كعب الأسلمي حلو جيد ممتاز يقول كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم حلو قال فأقدم له الوضوع إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ أما من الليل أول الصباح يقدم له وضوء وضوء حلو فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بهذا الشاب الصغير اللي حريص يقدم الوضوع فقال يسأل أسأل من اللي يقول يسأل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ شوف السؤال شوف لما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعني رأى حياة النبي صلى الله عليه وسلم شوف الهمة العالية كيف ارتفعت ماذا قال ماذا قال قال أسألك مرافقتك في الجنة تغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصغير ينظر حتى قال ذكرها العلم قالها أبو بكر و عمر ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الغلام الصغير شجع أو غير ذلك شوف لك شيء ثاني يعني قال هو ذاك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أعني على نفسك كثرة السجود كثرة السجود أيوة تريد تصل لهذه المنزلة يلا أسرك طريق النوافل هذه رفعة في الدرجات ولا ما هي رفعة رفعة في الدرجات وهذه عني على كثرة السجود قال أهل العلم بكثرة السنن الفريضة ما انتهي منها قاضي منها طبعا هذا بالسنن هذا يدخل في التطوع التطوع وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبها